عايش الفترة دي مع النادي الأهلي فكرني ليس فردنان بفلافيو طبعا بس على مستوى الدولة الإنجليزية خلينا نستقبل ونرحب بيه بشكرك طبعا على وجودك معنا أهلا وسهلا بيك في السادسة وبشكرك على وقتك وعلى مشاركتك على قناة الأهلي شكرا على استضافتي في قناتكم أنا سعيد كذلك لتوجودي معكم يعني مش عارف قطيحة ليك الفرصة أنك تسترجع معنا جزء من لقطاتك وإبداعاتك في الدولة الإنجليزية يمكن أغلبها كان مع نيو كاسل يونيتد لكن أنا عارف كمان أنتعلقت بشكل كبير جدا مرحلة توتنام كانت بالنسبة لك مهمة جدا وكنت متعلق فيها بشكل كبير جدا مع الفريق اللندوني نعم قد استرجعت بعض الذكريات خصوصا في الأول أول هدف لي مع نيو كاسل رقم تسعة كان رقم كبير أن أرتديه حينما خطت أول مباراة مع نيو كاسل حينما نزلت إلى عرضية الملعب مع نيو كاسل كان حدثا رائعا كانت فترة ممتعة لي في مسيرتي الكروية التجربة الأفضل بالنسبة لك على مدار مشاركتك أو اللعبة في إنجلترا كتوتنام أو نيو كاسل بالطبع أستطيع أقول أن نيو كاسل كانت الأبرز لأنني أتيت إلى توتنام كولاد صغير وكان حلمة بالنسبة لي ولكني قد تقلقت بالفعل مع نيو كاسل خلال موسمين فقط يمكن في الفترة اللي أنت لعبت فيها كان نيو كاسل من الفرقة الكبيرة غاب أو ابتعد لفترة طويلة جدا وخرج حتى في فترة من الفترات للدولة الإنجليزية ثم عادة مرة أخرى وكانت عودة الحقيقة مبشرة جدا في البداية شايف إزاي عودة نيو كاسل مرة تانية وشايف إزاي تراجعوا مستوى في الموسم الأخير وإمتى ممكن يرجع ينافس مرة تانية على الألقاف في إنجلترا نعم في فترة لعبي كان نيو كاسل فريق كبير فريق جيد جدا وكان ينافس على البطولة ولكن خلال فترة الإدارة الماضية النادي كان يحتاج إلى تقديد الآن لدينا أموال جديدة لدينا لاعبين كبار أسماء كبيرة تناسب اسم نيو كاسل نعم الجميع كان يتوقع نيو كاسل أن ينافس أن يكون من الأربعة الكبار في إنجلترا هذا الموسم ولكن في البداية قد أنفق نيو كاسل الكثير من الأموال أن ينافس ليصل لتشامبينز ليج لينافس في الدورة الإنجليز ولكن لسوء الحظ لم يصل في هذا الموسم لمبتغى قد خسرنا بسبب الكثير من الإصابات إذا حل بأي فريق هذا الكم من الإصابات فأستطيع أن أقول أنه سيتأثر خلال سنتين أستطيع أن أقول على الأكثر أن فريق نيو كاسل سيعود كما حدث في العام الماضي كما تعرف أن نيو كاسل وصل لكأس الدوري قبل النهائي وقد تآهل دور الأبطال والجميع كان يتوقع لنا هذا ولكن لم يحدث هذا لنا وقد حدث نفس الأمر لليفر بول الكثير من الإصابات قد أثرت على الفريق في اليوروبا ليج نعم لنضع الكلمات في نصابها فإن نيو كاسل قد خرج بالفعل بسبب خطأ أخطاء تحكيمية لم يكن هذا الموسم الذي نتمنىه كجمهور نيو كاسل ولكن نتوقع في الفترة القادمة أن تقل هذه الإصابات وسنرى فريق أفضل لنيو كاسل خليني أسألك يمكن كان واحد من أكتر أسرار المتعة في الدورة الإنجليزية هو القدرة كبيرة جدا على الفرق كلها على المنافسة يعني كل سيزن بنشوف فريق ممكن يبقى من القوات التقليدية بنشوف فترة من فترات المان يونيتد بنشوف فترة من فترات الأرسنال ليستر بيطلع بيفوس بالبطولة تشيلسي دايما مرشح ليفر بول بيكسب اللقب لكن في الأربع مواسم الأخيرة سيطرة واستحواز بشكل كامل من المان سيتي هل بتشوف أنه المسابقة والمنافسة في بطولة البريمير ليج بقت ضعيفة هل بتشوف أنه السيتي وسيطرته على لقب البطولة لمدة أربع مواسم ممكن أن يستمر ولا شايف أنه فيه فرق ممكن ترجع تنافس فيه فرق تانية ممكن ترجع تفوز باللقب في المواسم المقبلة نكلم على اليونيتد نتكلم على تشيلسي نتكلم على أرسنال نتكلم على ليفر بول نتكلم حتى على توتنهام ونيوكاسل نعم أعتقد أن مانشستل سيتي هو المسيطر الآن على الدورة الإنجليزية في آخر أربع سنوات فازوا بالبطولة أربع مرات متتالية هذا لأول مرة في تاريخه أعتقد أن هذا العام والعام الماضي كان قريبين من الأنديل الأخرى أعتقد أن الأنديل الأخرى كانت على بعد خطوة كليفر بول وأرسنل كان على بعد خطوة واحدة من مانشستر سيتي لم تكن لتعرف خلال آخر ستة أسابيع في العام الماضي والعام الحالي من سيفوز بدورة الإنجليزية وهذا لا يحدث كل عام مع مانشستر سيتي هذا يعني أن المنافسة كانت قريبة ليفر بول خسر في الأشوات الأخيرة من البطولة وقد رأينا ليفر بول ينافس حتى اللحظات الأخيرة في العام الماضي أعتقد أن البطولة تسداد قوة أعتقد أن الأنديل الآن تدعم فرقها وتصرف الكثير من الأموال من أجل هذا الهدف أرسنل قد فعل ذلك تحت خيادة مايكل أرتيتا وأيضا من ليفر بول أستطيع أن أقول أن ليفر بول قد خسر اليوركن كلوب ولكن أستطيع أن أقول أنه الآن سيكون تحت خيادة مدير فني رائع أرني سلوت فبالتالي وكذلك نفس الأمر بالنسبة لتوتنم الفرق تسداد قوة مانشستر سيتي يجب عليها أن يكون أقوى في الموسم القادم لا نعرف من سيفوز بالدوري أعتقد أن المنافسة تسداد قوة ولكن ماشي سلسيتي بالفعل هو المسيطر الآن على البطولة طيب إذا كنا دخلنا في إطار دعم الصفوف خلينا أسألك عن الأخبار المتعلقة بالمركاتو خصوص الانتقالات اللي يمكن ترددت بعض الأسماء في بعض الأسماء في إطار التفاوض في بعض الصفقات حوسمت بالفعل الكلام على رحيل مثلا النجم اليونيتد برونو فرناندس للأقرب طبعا حسب ما تامل عنه أن باير ميونيك عنده رغبة كبيرة جدا في التعاقد معه استهداف الأرسنال لبينجيمين سيسكو كنت كلمت مع حضراتكم عن بنجيمين سيسكو واحد من المواهب الوعيدة مهاجم الحقيقة على أعلى مستوى بيلعب في مهاجم سلوفيني بيلعب في لايبزيك لألماني أعرف منك أهم الصفقات المتوقعة والصفقات اللي تم الإعلان عنها بالفعل في الأندية الإنجليزية أعتقد أن هذا الوقت من العام هو الوقت الأصعب بالنسبة للأندية والنسبة لللاعبين لاتخاذ القرار أعتقد أن السبدال اللاعب بمركز مكان مركز عمره صعب فإن بالك باستخدام لاعب جديد على الفريق فالأندية الكبيرة تنفق الكثير لتحضر هذه الأسماء الكبيرة وتحافظ على النزاهة على النزاهة المالية كذلك فبالتالي يجب أن يكون هناك توازن بين الأندية سيكون هناك بعض الانتقالات المثيرة للاهتمام ولكن المال سيتحدث من سيستطيع أن ينفق أكثر ولكن انظر إلى مانشيس رايتد هم يحتاجون الآن أربع أو خمس لعبين ليعاوضوا الخسارة التي ستحل بالفريق في الموسم القادم ولكن المال هو من سيحكم على الأمر في نهاية المطاف كم سيصرف الفريق بس اسمح لي أعف معك في النقطة دي يعني إحنا شفنا تجربتين يعني أعتقد أنه على مدار سنين طويلة جدا كان نادي منشيس رايتد الأكثر انفاقا ومع ذلك فشل في الحصول على أي لقب باستثناء طبعا لقب كسر الاتحاد في الموسم الأخير تشيلسي أيضا كان الأكثر انفاقا في الأندية الإنجليزية في الموسم الأخير ورغم ذلك فشل في الحصول على أي لقب أو على أي بطولة نعم 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 لا يتوافق مع ما قلت تحديدا ولكن لم يكونوا سيئين لهذه الدرجة يجب أن يكون هناك صبر على هذه الصفقات بالنسبة لي فريق كأورسنل حينما استقدم أورتاتا في البداية لمدة ثمانية عشر شهرا النادي تحل بالصبر واستخدم العديد من الصفقات وكذلك الأمر بالنسبة لشيلسي النادي الآن تحت خلال بوتشتينيو يجب عليهم أن يصبروا مع هذا المدرب الشاب مع هؤلاء اللاعبين الشمام كما حدث وقد قالها من قبل جاري نيفل على مانشستر رونايتد الآن فشيلسي الآن لعبي شيلسي الآن هم مليونيرات ولكن يجب على الفريق أن يصبر عليهم هم فريق شاب يجب عليهم أن يصبروا على الاندماج اللازم لهؤلاء اللاعبين فالكثير من الأموال التي صورتت تحتم على الإدارة الصبر فالدور الإنجليزي عموما يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى المثابرة فلادي كمانشستر رونايتد ربما لديهم الفرصة لمنافسة مانشستر سيتي بعد ما رأيناها في البطولة الآن وأنا بأتكلم معك على المركات ولازم أتكلم معك عن الصفقة الأهم الصفقة اللي طال انتظارها لأكتر من أربعة أو خمس مواسم واللي تم إعلان عنها طبعا وحسامها الريال